دعت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس روسي فلاديمير بوتين إلى انهاء الحصار المفروض على موانئ أوكرانيا من أجل تسيل تجارة منتجاتها الغذائية قل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إنه لم يتم فرض عقوبات على الأغذية أو الأسمدة أو الأدوية الواردة من روسيا وأن ما يتم تدوله في هذا الشأن هو مجرد دعاية روسية تهدف إلى إبعاد المسئولية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين